بحضور رئيس محكمة الحسابات أدى صباح اليوم المدير العام للخزينة العامة للدولة محمد مصطفى مصري اليمين الدستوري كمديرا عام للخزينة العامة للدولة كما أدى اثنين من المستشارين بالمحكمة الحسابات القسم نفسها تقرير أدم حنافي فضل أمام جموع من حماة العدالة لدى محكمة الحسابات العامة قد أدى السيد محمد مصطفى مصري اليمين الدستوري بعد تعيينه أمنا للخزينة العامة وذلك إيمانا منه بتحقيق مساعيه تجاه المصلحة العامة وحفظها قاسما وباعدا بذلك ضمن محضر هذه الجلسة القانونية التي تشرف على أعمال الحسابات العامة أن يزاور العمل من أجل بوليغ الأهداف بالخزينة العامة كمؤسسة وطنية من جانبه المدعي العام لمحكمة الحسابات السيد كينين فوباء قال إن المسؤوليات تتضلب إيجاد وسائل خاصة وبطعها على حيث التنفيذ وفق أجندة للمراقبة حيث يعني أن ما نتوقع إيجاد وسائل لأجل تحمل الإجراءات لضمان العمل وبشكل آخر لأجل الحفاظ على قيمة المسؤولية الملقى بشكل عام محمد مصطفى مصري تم تعينه بمرسوم الرئاسي رغم 887 في الثالث والعشرون من نوفمبر لعام 2016 علما بأن أمين الخزينة العامة محمد مصطفى مصري يعمل بمساعدة مستشارين دستوريين وهم السيد محمد بشار بشر والسيرة دركاقوم مارتا والسيرة الفضة عراض عز الدين الذين تم تعينهم بمرسوم الرئاسي رقم 040 في الواحد وعشرين من فبراير لعام 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر